على الرغم من الدعوات الغربية والعربية بوقف التدخلات الأجنبية في ليبيا وعدم خرق حضر السلاح يواصل النظام التركي إرسال السلاح والمرتزق إلى ليبيا بحسب ما أكدت تقارير أممية هذه المرة وفي هذا السياق أعلنت لجنة العقوبات الأممية أن النظام التركي إرسل ما بين 7,015 ألف مرتزق سوري تابعين له إلى ليبيا وذلك وفقا لتقرير للجنة الأممية تقرير اللجنة قال إن ليبيا تحولت لسوق كبير للأسلحة جراء استمرار خرق حضر التسلح إلى هذه البلاد التي تشهد نزاعا منذ سنوات ما يشكل تهديدا للاستقرار العربي والعالمي بسبب تدخل أطراف خارجية وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بأن النظام التركي يواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية تابعة له نحو الأراضي الليبية للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب قوات حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي وتزمنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة مع عهودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك وفقا لإحسائيات المرصد فأن عداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية بينهم 350 طفلا دون سن الثامنة عشر في حين عاد منهم 5058 إلى سوريا إلى ذلك تواصل حكومة العدلة والتنمية جلب المزيد من عناصر الفصائل التابعة لها إلى معسكراتها من أجل تدريبهم وزجهم لاحقا في معارك ليبيا تنفيذا لمخططاتها الاستعمارية في ليبيا بوجه خاص وشمال إفريقيا عموما